موسيقى صباح خير جميعا معالي الأخ العزيز والشقيق معالي الوزير عبدالله ابو حبيب وزير خارجية لبنان الشقيق أود في البداية أن أرحب بكم في بلدكم ووطنكم الثاني مصر وأشيره هنا إلى أن زيارة معالي الوزير ابو حبيب تأتي في إطار التنصيق والتشاور المستمر والمتواصل والمكثف بين بلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية بشكل عام وأيضا حول العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان وسبل مزيد من دفعها وتعزيزها وتعمقها ولا شك أن هذه الزيارة الهمة تأتي في توقيت شديد الأهمية والحسسية في ظل كما تعلمون التصعيد الجاري في المنطقة بشكل خاص وفي ظل ظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة وهو ظرف بالتأكيد ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على هالينا في قطاع غزة وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وانتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من ذلك خلال لقائي مع أخي وشقيقي معالي الوزير عبدالله أبو حبيب تناولنا كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات التشاور السياسي التشاور المستمر بيننا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدين الشقيقين كما ذكرت تحدثنا عن التصعيد الحالي وأعدت خلال هذا اللقاء الأخوي مع معالي الوزير التأكيد على مواقفنا الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية من دعم مصر الكامل وتضامنها مع لبنان حكومة وقيادة وشعبا والتأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها واستقراره وأمن الشعب اللبناني الشقيق كما أكدت خلال لقائنا الأخوي وأعيد التأكيد عليه الآن على إدانة مصر القاطعة لأي اعتداء وللاعتداءات المتكررة التي تقع على لبنان وعلى سيادة لبنان والسياسات التصعيدية الخطيرة الحالية في المنطقة بما في ذلك القصف للضاحية الجنوبية لبيروت وتؤكد مصر مرة أخرى وهما نقلته لأخي معالي الوزير تضامنها مع مؤسسات الدولة اللبنانية وهمية دعمها بكل السبل وأيضا تستمر مصر في حثها لكافة أطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة سبق أن عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير على إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاختيالات السياسية وسياسة الاختيالات بشكل عام وأيضا الرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها ونؤكد مرة أخرى لأنه مثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من هذه الصراعات وبما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة خاصة إذا كان هناك سوء في الحسابات وخطأ في الحسابات بما يؤدي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين استعرضتوا مع معالي الوزير بو حبيب وزير خارجية لبنان الشقيقة كافة الجهود والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على احتواء التصعيد الحالي كما تعلمون يعني تواصلت مع وزير خارجية الولايات المتحدة أكثر من ثلاث مرات في غضون أسابيع محدودة جدا تواصلت مع القائم بأعمال وزير خارجية لبنان إيران مع زرا أيضا ثلاثة مرات متكررة وتواصلنا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية وأيضا اليوم هناك اتصال مع وزير خارجية الصين وهناك اتصالات تمت من قبل مع دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومع أخي معالي الوزير بو حبيب والاتصالات مستمرة ومكثفة للعمل على وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية أكدت أيضا لأخي العزيز معالي الوزير أننا لن نقل جهدا عن الاستمرار في مساعين الدبلوماسية للنائي بلبنان عن هذا التصعيد وأؤكد هنا على ما سبق وأن أوضحته مصر بأن السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة هو بدون شك التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف هذه الحرب العدوانية الظالمة على أهالي القطاع والنفاذ المستمر وغير المشروط لكافة أشكال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع كما استعرضت استمرار مصر في جهود الوساطة للتوصل إلى صفقة لإطلاق صراح الرهائن والأسرة ووقف الحرب على قطاع غزة ونحن نتعاون مع الشقيقة دولة قطر وأيضا نتعاون مع شركائنا في الولايات المتحدة وشركائنا العرب والدوليين للعمل للتوصل إلى هذه الهدنة بما يؤدي إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار وسنستمر في التعاون والتنصيق مع شركائنا العرب والإقليمين والدوليين للدفع نحو تنفيس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل اضطراب الوطني الفلسطيني واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني شددنا أيضا خلال نقاشنا المتبادل اليوم على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ونكرر طلبنا ودعوتنا للأمم المتحدة والقوى الدولية لبذل كافة الجهد وممارسة كافة أشكال الضغط لتغليب لغة الحوار والمفاوضات والابتعاد عن الخيارات العسكرية وسياسة العنف التي لن تؤدي إلا العنف المضاد والتي أثبتت بطبيعة الحال عدم جدواها بل ولن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة والعالم كما أكدت أيضا لأخي معالي الوزير دعم مصر لكافة الجهود الدولية الهدفة إلى التوصل إلى التهدئة في جنوب لبنان ونعيد التأكيد مرة أخرى على دعم مصر الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان ونؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار بشكل كامل وغير مكتزئ ودون إدخال أي تعديلات عليه وأن يتم تنفيذه من جانب كافة الأطراف المعنية سواء كانت بطبيعة الحال لبنان أو الأطراف الأخرى نؤكد أيضا على أهمية قيام الجانب الإسرائيلي وكافة الأطراف المعنية بإظهار الجدية المطلوبة للتوصل إلى ترتيبات للتهدئة تراعي المصالح اللبنانية وتحافظ على سيادة الدولة اللبنانية وتقطع الطريق أمام أي احتمالات لتجدد الصراع في المنطقة اتفقت أيضا مع أخي أبو حبيب على ضرورة استمرار الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة في أداء مهمها الهمة والإنسانية والتي لا بديل عنها ونعيد التأكيد أنه لا بديل عن الأنروة في أداء مهمتها لتقديم الغوث والدعم لكل اللاجئين الفلسطينيين سواء كانوا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في سوريا أو في لبنان أو في الأردن لا بديل عن الأنروة وهذا موقف واضح وثابت وبالتأكيد نقدم كل الدعم للأنروة ونبزل كل الجهد لتوفير الدعم المالي للأنروة لأداء مهمها بما في ذلك في لبنان الشقيقة لدعم الفلسطينيين هناك وخاصة على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها منظمة الأنروة والتي هي أنشئت أساسا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر الأربعينات من القرن الماضي لدعم اللاجئين ومن ثم الحفاظ على الأنروة هو حفاظ على قضية اللاجئين وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الثابت إما في العودة أو التعويض أو كلاهما فكل الدعم والتأكيد والتأييد لوكالة الأنروة أخيرا وليس أخيرا كانت المباحثات اليوم مع أخي معالي بو حبيب بمثابة فرصة هامة وجدة لتأكيد أهمية وحيوية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وأشكركم الأخ والشقيق معالي الوزير على زيارتكم للقاهرة وأسمحوا لي أن أشيد بمستوى التنسيق المتميز القائم بيننا في كافة المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وأتطلع لاستمرار التنسيق والوثيق معكم في الفترة القادمة وكما ذكرنا أكثر من مرة نتطلع قريبا إن شاء الله إلى زيارتكم في وطننا الثاني في لبنان وزيارة بيروت إن شاء الله في القريب أختتم حديثي بإعادة التأكيد على التضامن الكامل لمصر مع لبنان حكومة وقيادة وشعبا وحرصنا البالغ على أمن واستقرار لبنان وأمن ورفاهية الشعب اللبناني الشقيق شكرا جزيلا مع الوزير شكرا مع الوزير شكرا يا أخي العزيز شكرا مثل منقول باللبناني خجلتنا من محبتك خجلتنا حياتا شكرا كتير أنا يسرني أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي على دعواته الكريمة لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي إذ أهنئ معالي الوزير بتوليه مهامه الجديدة أعرف عن أملي في أن يعينه الله على ممارسة مهامه التي تعكس دور مصر المحوري والمعهود في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعصفه بالمنطقة إنني أنقل إلى مصر الشقيقة اليوم شكرا لبنان حكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانبه لا سيما في ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي يشرها لبنان والمنطقة ويطمح لبنان إلى أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي في مساندته ودعمه في مختلف الظروف التي يمر بها إذ لا يمكن للبنانيين أن ينسوا الدعم الكبير الذي قدمته مصر للبنان إسرى العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وبعد انفجار مرفأ بيروت ووصولا إلى الدور الذي تتطلع به في القاهرة والمساعد التي تبذلها لبنانيا وعربيا ودوليا في إطار اللجنة الخماسية والاستحقاق الرئاسي أن لبنان يقدر دعم وتضامن مصر الشقيقة معه في هذا الظروف الدقيقة ونحن نثق بأن جهودها تاريخيا تهدف إلى دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه أن لبنان يثمن عاليا التصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإحتواء التصعيد ويأمل مواصلة دعمها له خلال مرحلة المقبلة وخصوصا فيما يتعلق بتأمين مظلة حماية عربية للبنان جراء النيات والخطط العدوانية الإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وسعيا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية أما التصعيد الإسرائيل الأخير في المنطقة فأنه يقود الاتصالات والجهود التي تبذله مصر للتهديئة ويضرب عرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبنى هذه المبادرة ويعكس نيات إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع أن الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل أن تحمي المنطقة كلها من تبعات اشتعال حرب إقليمية إذا أن توسع رقعة الحرب أصبح جديا في حال لم يتحرك المجتمع الدولي والدول المعنية بشكل فوري وفاعل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من هنا يأمل لبنان في أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي عربيا وإسلاميا باعتبارها دولة محورية قادرة على لعب دور قيادي في منطقتنا وصولا إلى ترجمة المساعي والجهود المصرية لرؤية متكاملة وعادلة لحل القضية الفلسطينية وإننا نقتنم هذه الزيارة لنحذر من خطورة طمادي إسرائيل في سياستها التهجرية ومحاولتها ضرب وكالة الأنوى خصوصا بعد تنفيذها تهديداتها باحتلال مدينة رفح الفلسطينية ونؤيد موقف مصر الرافض لتهجير القصري للفلسطينيين لفلسطيني غزة إلى سيناء أو إلى أي بلد عربي آخر فهي مصلحة عربية مشتركة كما هي مصلحة وطنية مصرية ولبنانية أيضا إن مخط التهجير أهل غزة وهو خطوة أولى لتنسق التهجير لتسبق تهجير أهالي الضفة الغربية للأردن ثم توطين اللاجئين في لبنان وباقي الدول المضيفة أنا أشكره مع الوزير الأخذ العزيز لكرمته وحضنه هذه القضية لأنه مهم للبنان أن ينفذ قرار 1701 ليستعيد لبنان سيرته واستقلاله وشكراً مع الوزير شكراً جزيلاً نفتح المجال الأسئلة محمد مصطفى تفضل من وكالة تنبياء الشيخ الأوسط صباح الخير على حضراتكم بداية سؤالي للوزير الدكتور بدر عبد العاطي هناك إشارات يا فندم عن لجوء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص للقوى الإقليمية الكبرى للاعب دور يعني توسط من أجل منع اتساع دائرة الحرب وخروج الأمور عن السيطرة بعد إخفاق هذه الدول الكبرى على ما يبدو في منع هذا التفجير أو توسيع دائرة الحرب واللي احنا بدنا نشوف في ملامحها دلوقتي ألا يستدعي ذلك يا فندم من هذه القوى العظمى أو الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنت تجاوب مع الرؤية الشاملة التي أبدتها القوى الإقليمية بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية كمفتاح لحل كل قضايا المنطقة ونزع هذا الفتيل اللي هو كل شوية ليتجدد اشتعاله في المنطقة وشكرا لحضرتك يا فندم شكرا جزيلا بالتأكيد يعني ما نقوم به من جهد مكثف هنا في مصر ده قدرنا وهذا هو مسؤوليتنا كدولة إقليمية رئيسية في هذه المنطقة علينا واجب ومسؤولية نتحملها بالتأكيد لعدم انزلاق الوضع إلى أتون حرب شاملة لا تبقي ولا تذر من شيء فبالتالي احنا بنقوم بهذا الدور يعني ليس لأن هناك أطراف تطلب مننا ذلك ولكن ده مسؤولية علينا وعلينا الاطلاع بها لأن مصلحتنا الأساسية مصلحتنا الوطنية والقومية تحتم علينا تجنيب لبنان وشعب لبنان بالتأكيد وتجنيب شعوب المنطقة كلها من ويلات التصعيد والدخول في صراع شامل هناك مسؤولية مشتركة هي مسؤولية علينا وهناك مسؤولية بالتأكيد على الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة هناك مسؤولية على الاتحاد الأوروبي هناك مسؤولية أساسية على الولايات المتحدة وهذا ما نقلته للوزير الأمريكي وللموثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية وكل اتصالاتي مع الوزراء الأوروبيين في الأولى الأخيرة أن عليهم مسؤولية أنه لا يوجد حل إلا بمعالجة لب الصراع في المنطقة لب الصراع هو بالتأكيد القضية الفلسطينية والآن في قلبها وقف العدوان على قطاع غز فطبعا لا مجال لسلام دائم وشامل في هذه المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني على حدود 4 يونيو 67 والقدس الشرقية عاصمة لها بالتأكيد فأيضا احترام سيادة الدول واحترام وحدتها وسلامة أراضيها كل دي أمور ينبغي على الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية أنها تقوم بمسؤولياتها في هذا الشأن مع الوزير تحدث عن الوجود العربي ونحن نعيد التأكيد على عروبة لبنان وأهمية الوجود العربي المكثف والوجود ومصر لن تألو جهد في تكثيف تواجدها من خلال اللجنة الخماسية المشتركة التي مصر هي طرف فاعل فيها وتقوم بدور كبير جدا في بيروت وأصدرنا التوجيهات دائمة لسفيرنا في بيروت بالتواصل مع الجميع والتأكيد على عروبة لبنان وعلى همية معالجة مسألة الشغور الرئاسي في لبنان وفقا لما توافق عليه أشقائنا في لبنان الجهود ستستمر بالتأكيد وكما ذكرت يعني الوجود المصري وجود كثيف هناك لا ننسى الدور العظيم اللي بتقوم به المستشفى الميدان المصري اللي بيقدم العلاج لكل أشقائنا في لبنان وهو محل تقدير من أشقائنا اللبنانيين وإن شاء الله نستمر في هذا الدور والوجود المصري سيستمر وبالتأكيد نحن قلقون للغاية على استقرار وأمن لبنان الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم العربي وبالتالي سيستمر التواجد المصري وسنعمل على خفض التصعيد وتجنيب لبنان ويلات أي تصعيد غير يعني مرغوف فيه بالتأكيد شكرا أستاذ سارة تفضلي من الدستور سؤال مين سؤالي لمعاري وزير الخارجية اللبناني في الأيام القايدة الماضية نرى القرارات المتتالية من دول غربية وحتى عربية بدعوة رعاياها لمغادرة لبنان فورا في ظل المخاوف من التصعيد المحتمل بين إسرائيل وحزب الله هل لك أن تطلعنا على أبرز التقديرات أو أبرز ما يأتي في التقديرات التي تنقلها إليكم تلك الدول أو توقعاتهم للسيناريو المحتمل أو الخطوة التالية بين إسرائيل والحزب اللبناني وأيضا كيف تستعد لبنان لمواجهة سيناريو التصعيد المحتمل بين الجانبين شكرا من دون شك هناك مشكلة بيننا وبين إسرائيل فهناك إمكانية حرب بيننا وبين إسرائيل في إمكانية ما فينا نفيها من ثم الدول حرة أن تطلب من مواطنيها أن يتركوا لبنان نحن نشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة والأخي العزيز الدكتور بدر أن مصر ما ساهمت في هذا الموجة للانسحاب من لبنان نحن طلبنا من بعض الدول هل تطلبون من إسرائيل ذلك؟ في بعض دول طلبت فرنسا طلبت البقية معظمهم ما طلبوا وللأسف أنه في دول عربية حتى ما نعى مواطنيها يجوا على لبنان طلبت أن يسحبوا من مش موجودين باللبنان لكن ليس هناك من ملامة إلا أن الطريقة التي أجوا فيها وكان التشخيص فقط أو التركيز فقط على لبنان هذه هي التي ضر في لبنان وضر بموسم الصيف نحن موسم الصيف كبير عنا في لبنان فضر كثير بموسم الصيف اليوم تلاقي بيروت معظم الفنادق فارغة والمطاعم أصبحت كمان كذلك لأن في لبنانيين اللي كانوا موجودين باللبنان معظمهم كمان تركوا مشان أشغالهم بالخارج لكن في لبنانيين كانوا بالخارج كمان رجوا على لبنان فبتاع المطار على طول مشغول خروج ودخول أستاذ شريف يعني ملاحظة وتعقليق سريع يعني ما اتفقت مع ما ذكره معالي الوزير لا بد من الوقوف إلى جانب لبنان وأيضا نحن أيضا مهتمون باستقرار وأمن لبنان وأيضا بأمن واستقرار الرعاية للمصريين وبنتابع حالتهم أولا بأول وهناك خلية أزمة تتابع الموقف ولدينا سيناريوهات بالتأكيد الحفاظ على أرواحهم ولكن الآن نتابع الأمور ونحرس أولا على أمن واستقرار لبنان وأمن واستقرار رعاية للمصريين اللي هم بين أشقائهم في لبنان ونحن على ثقة أن كل الرعاية بتوفرها الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق لأشقائهم المصريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية ولكن لدينا إجراءات وتصورات لكافة السيناريوهات ونأمل إن شاء الله أن يجنبنا الله ويجنب لبنان مخاطر هذا التصعيد ولكن إذا لقدر الله حدث فبالتأكيد لدينا خطط للحفاظ على أرواح أخواننا وأبنائنا المصريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية أستاذ شريف عبد الحميد فضل من الجمهورية سؤالي لمعالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد القاطي حول أن هناك إن قلت عددت الاتصالات بينكم وبين وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وكان آخرها مساء أمس يعني اتصالاً بتطورات أزمة غزة وتدعياتها الإقليمية في تقدركم نقاط الاتفاق ونقاط التباين حول أولويات التحرك سواء بالنسبة لوقف الحرب في غزة أو وقف التصعيد الأقليمي الحالي شكراً شكراً جزيلاً طبعاً إحنا عندنا علاقات ممتدة مع الولايات المتحدة وعلاقات لها طبع استراتيجي الولايات المتحدة قوى عزمة مصر قوى إقليمية رئيسية فمن الطبيعي أن يكون فيه تشاور وتنسيق مشترك هناك توافق بالتأكيد على همية التحرك الفوري لوقف التصعيد واحتواء أي تدعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة عندنا نقاط اتفاق بالتأكيد حول همية وحيوية والطابع الفوري للتوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي هناك والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق صراح الرهائن وأيضاً الأسرة الفلسطينيين فهناك نقاط اتفاق ونحن نتحرك سوياً لتحقيق هذا الهدف المشترك وهو خفض التصعيد ووقف الحرب في قطاع غزة باعتبار وهو ما تشاركت فيه مع الوزير الأمريكي بأن المشكلة الأسية هي بالتأكيد الحرب في قطاع غزة وهناك تحرك أمريكا وتحرك من الرئيس بايدن شخصياً بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار وأهمية التوصل إلى صفقة في أسرع وقت ممكن شكراً جزيلاً سؤال الأخير عشان السيدة إيمان تفضلي من الأهرام إيمان عارف سؤالي لوزير الخارجي اللبناني تتزايد وزيرة التصعيد في المنطقة بشكل ينظر من دلاع حرب إقليمية قد تدفع بلبنان إلى خط المواجهة فهل لكم أن تطلعون على آخر المستجداد الخاصة بالجهود المبزولة لإقرار التهدئة وحتواء التصعيد وما أصفرت عنه اتصالتهم في هذا الشأن شكراً عندما كانت الضربة الإسرائيلية فقط للبنان كنا نعمل مع حزب أو نتشاور مع حزب الله من أجل الرد لا يقود إلى حرب لكن اليوم توسعت الضربات الإسرائيلية هناك بالعراق هناك في طهران والفلسطينيين أيضاً في طهران لذلك أصبحت القرار نوعاً ما واسع أوسع من لبنان لكن نحن نعمل من أجل أن لا نصل في أي رد إلى حرب شاملة لأنها لا تفيد أي من الدول ولا تفيد إسرائيل لا تفيد إلا أصحاب العلاقة أصحاب أصحاب اللي يريدون حرب في كثير ناس يريدون حرب لكن هذه الدول كمسؤولين لا نريد أي حرب فلذلك نسعى بأن لا يكون الرد أذا كان هناك لابد من رد أن لا يكون جماعياً ولا أن يكون كذلك قوي بحيث يقودنا إلى حرب واسعة شكراً شكراً شكراً